الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنه الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الأخوة والأخوات من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة البالغة الذي من الله سبحانه وتعالى عليه فأنه يتكلم عن أمر الغيب بفضل الرحمن سبحانه وتعالى إليه Brothers and sisters from the traits one of the traits that's talked about in theology that signifies a particular individual's authentic messengership representation of the Almighty is that they carry within themselves and they act by it and they teach information that is beneficial information that is beneficial both spiritually physically and in the realm of physicality the elements that benefit in society furthermore in their speech they speak of things that are in essence of the unseen something that is different things to come at times they speak of it and they address it for a particular goal for a particular goal فإخواني النبي صلى الله عليه وسلم يوصين بأمور كثير منها أمور تتحقق بين العب وخالقه سبحانه وتعالى من ناحية العباد العبادة وأمور تتحقق فضائل المحيط الذي يعيش فيه في معاملات مع الناس ومنها أمور إخواني أمور تتعلق بالغيب أمور تتعلق في المستقبل في ذاته الأمر الذي تتعلق بأمر ما يسموها يوم القيامة الذي تكلم عنه الأنبياء كلهم now the prophets of the Almighty they speak of particular knowledges and they advise in connection to wisdom and in their advice it isn't mere speech just to show to the people that they have a capability to speak وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ الْسِحْرَ قال النبي صلى الله عليه وسلم for verily some people they have ability to speak and consequently it has been described as an element of witchcraft not literally but as if you are doing a magic trick to a person that they really concide towards this individual's speech because they're very good at it so sometimes people they speak and they choose particular words just to show to the people that they are intellectually capable the largest word of the dictionary etc however the goals behind the prophets in their speech is not just to represent their own selves or to gain a higher position in society through their ability to speak but it is for a goal for a betterment there is a purpose behind it Jesus is described as the one carrying parables the goals behind these parables is for people to understand something that is more important and it isn't just to merely speak of something to show their intellectual capability consequently the topic of day of judgment comes about and the topic of something that is well known especially in the Abrahamic faiths these signs of the day of judgment and the and the الإخوة والأخوات آيات كثير في هذا البال ولماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأمور لماذا ذكر علامات الساعة في كتاب العزيز لماذا تعتقدون ذلك وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم وإنه أي القرآن من علامات الساعة أن الأمور الذي تخبر القرآن فيه كما قال قتادة من علامات الساعة فمنها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الوعي العلامات الصغرى والكبرى ولكن في نتيجة أعظم من ذلك هو أن يذكر الإنسان أن فعلا مثلا سيوجد يوم من الأيام الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو أهم الأمور أهم الأمور الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى القرآن ممتلى في هذه الأخبار الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عن ممتلى في هذه الأخبار وكذاك الكتاب القدس الذي يروع عن عيسى عليه وسلم ممتلى في هذه الأخبار وغير ذلك So we have these goals and this topic of the judgment comes about It has been an ambiguous topic and through the ages you find individuals that attempt to prescribe a particular date for this time frame and they look to particular textual references and they say that it's supposed to happen during this time and or this time and we're still standing till this date So there is a type of infatuation on this topic there is no doubt about it however if we take a step back and we look to these textual references the goal is not that you and I go and we do mathematical equations do you see to figure out a particular date the goal is not to say for example it will happen the year 2017 on May on a Friday etc. necessarily the goal is that there is something behind this element and it is the concept that indeed one day a person will stand before the Almighty subhanallah this is the goal behind it all people have over complicated the matter but there is a purpose behind the maqasidu sharia the goals behind the teachings that are taught within the sharia there is a time in which a person stands before the Almighty subhanahu wa ta'ala all the time فعلامات الساعة إخواني كثير ونحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي من الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ويوحى كذلك عيسى عليه السلام كذلك موسى عليه السلام من آخرين من أخبار الله للعباد فأنه النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في أمور كثير بني على هذا الأخبار بني على أمر الغيب الذي تتعلق بالخالق الذي يحيي إلي فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتشرت الإسلام مثلا ودخلت إسلام في مكر مكرمة وجزيرة العرب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيسى أن يعبد في هذا البلاد أبدا قول النبي صلى الله عليه وسلم معنى خالص قال انتقلت الأمر دار توحيد ولكن سيفرح الشيطان يقول النفسي عسير وعنه هذا الأخبار في سنة المدى غير ذلك سيفرح بأفعالكم الذي تعتقدون أنها أمر صغير فأنه يفرح بذلك هي تعتبر معاصي فأنه يفرح بذلك الشاهد وراء ذلك أنه يتكلم عن أمر الغيب في المستقبل فليس الشيطان يعبد في هذا البلاد أبدا خلاص خلص ثبتت الأمر ستبقى على هذا الأمر إلى يوم القيامة وتحصل يوم القيامة في وقت لا يوجد لفظ يقولون العباد الله الله ففي ذلك لا يقولونها خلاص غيرت الظروف كاملا ولكن إلى ذلك الوقت تُعبد يُعبد الله الخالق سبحانه وتعالى so now we have a teaching of Prophet ﷺ in which in a scenario Islam had spread and is in this religious sanctuary that's considered among Islamic theologians and in this time period Mecca becomes a populist that is majority Muslim, Medina etc. these various areas and the Prophet tells him that this particular area, these sanctuaries will continue to remain a monotheistic society it will continue to remain a monotheistic society but what will happen? people will make mistakes and people will sin and they will make mistakes and sin in things they consider small but is actually something serious whatever the case he talked about this remaining in such a fashion but the time will come in which the concept of this day of judgment does come about in which the description is during that time the word, the Almighty the concept of prayer to God the concept of God, Allah Himself even His name the concept of this monotheistic God is not mentioned at that time anymore so this is the last step as they say a scenario to come the point behind this particular example is this concept of Prophet speaking of things to come but there is something greater than that which we will discuss in with the Sadizing Prophet and Guru inестliest as well basically out of here what that I've heard over I have an I'll I'll إلى قيام الساعة أخبر أخباراً عن هذا الأمر فعلم من علمه ونسيه من نسيه هكذا يقولون فأخبر بأمور كثير إلى قيام الساعة في تفاصيل بسعيل الخدري حضيف الميمان وغيرهم جالسين فقالوا علم من علم نسيه من نسيه أي أنه ينسون بعضهم ولكن يذكرونها في تسابق الأوقات فتحصل أم فيذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فتحصل أمراً آخر يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل وأخبرنا في هذا الأمر حتى ماتوا وغيرت الظروف للتابعين وبعدهم إلى وقتنا الحاضرة ظروف تتجدد وأنه قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل One day كمبانا سيد بسعيل صلى الله عليه وسلم he stood up and he spent the day talking about things to come scenarios to come you see in detail circumstances to change characteristics of people in a society to change demographics to change particular physical elements to change economical elements to change things to change and he described it and they the companions that were listening from him they memorized but it was so much information they said we remember some of it and we forgot some of it some of them said that because everyone will be able to listen to information and grasp as much as they are able to but then they say we are reminded of this information when time passes because the event happens and we remember that Prophet ﷺ he talked about this and this scenario their time passed the next generation same thing their time passed until our time and the circle continues to move the circle continues to move I said I said I said I said I said يرى ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل في الوقت ما وتغيرت الظروف فصار العباد مفصولين عن الواقع وكل عبد يتعجب برأيه ويعتزن من الرأي الآخر ربما لا تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك في ذلك الدقة أنها من الأمور التي ستحصل وهو من العلامات when there will be a time in which people will get into so many different groups and every one and singular person is very is very proud about their own opinion do you see everyone is very proud about their own opinion to an arrogant fashion and they are not willing to listen to another or humble themselves etc these type of details the apostle عليه وسلم he talked about times will change and this will be the circumstance of people very proud about their own personal opinions not caring about other people making themselves into groups النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك إذا فضلوا الحياة الدنيا على الآخرة فهم على ما تساء فأن الناس يتبعون هواهم يتبعون هواهم وما هو المقصود وراء ذلك القصف وراء ذلك أن قوم يتبعون الهواة فيأخذونها كإله يأخذونها كإله فصارت الهواة نفسها هي الخالق لهم فيسمعون ويطيعوا مطلقا فلذلك أحيانا الجرائم الذي تحصل يقول لماذا فعلت ذلك فيقول أنا حسيت أنها لابد أعملها فسمعت القول الذي فيها صلى الله عليه وسلم he says that times will change and people they will start to just listen to their own thoughts and they will not care if it's right or wrong and they will abide by it and they will take it as a representation of a type of revelation and consequently they will abide by it they don't care if it's right or wrong but since it is a desirable element to themselves they follow that desire they don't care anymore when the Nabi صلى الله عليه وسلم يقول ويشرب الخمر and that alcohol will become widespread ويظهر الزنا and that adultery will become very public these various acts for example they will become very public illicit acts adultery all of these things ويكثر الزلازل and that earthquakes you see will become quite quite common in the various regions نحن نتحدث هنا عن الصغائر علامات الصغرى من علامات الصغرى and now we're talking about a particular distribution theologians they talk about in Islamic theology that there are major signs and then there are minor signs these are minor signs that are talked about رب صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا سمع الرجل لزوجته ويعق أمر أمه يعتزل من أوامر أمره فيسمع لأقوال زوجته عجائب إخواني لماذا ينتقى هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم تتصور أن يتكلم هكذا انظروا إلى أخلاق الناس كي يصرفون مع أبائي وأمهاتهم في وقتنا الحاضر وهو من طامة إنها طامة صلى الله عليه وسلم he says when people do you see they will prefer their wives their companions girlfriends etc over their mother the mother who spent taking care of the person etc it will become careless to them they won't care for them but instead they will care more about the wives after the mother did all that for them when النبي صلى الله عليه وسلم يقول والرجل يتقرب لأصدقائه ويشتنب أبي لا يتعامل معه بالخير ولا الطيب and Paul صلى الله عليه وسلم he said a person will become very good with his friends you see he will love his friends so much and he will be kind towards them but when it comes to his father he can care less about his father these are words precisely what صلى الله عليه وسلم is saying either if you believe in the day of judgment or not it's your choice there are goals behind information that is taught do you see there are goals you believe in judgment or you don't at least be dutiful to your parents do you see at least be kind to your mother you know you look around how people act with their parents and the friends you've known them for one or two years and the father and mother who spent their life trying to take care of you you've taken them and thrown them behind your backs ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع الأصواته في المساجد يرفع الأصواته نحن لا نتحدل على الآذان ولا القرآن القتال الذي مثلا تحصل في المساجد يعني أو الاحترام قلة الاحترام الذي تحصل في المساجد and that illicit loud voices will happen in the mosques disrespect will happen in the mosques fight will happen in the mosques places of worship these type of things look at these places of worship around the world disrespect loud voices fights etc وَالرَّجُل يَتَعَلَّمَ لِعِلْمٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَوِي قُلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم and people they will attempt to study religious knowledges for worldly matters for worldly goals that people can say this guy is knowledgeable you see people can say that this guy is knowledgeable so we're going to give him our respect it becomes worldly matter things that become worldly matter per se as it's described so we're going to give you a lot of time so we're going to give you a lot of time والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم فممتلأ الأخبار اخواني ممتلأ لا شك في ذلك القرآن talks about there's a lot of information on this topic and has been a topic in history in theology especially that has been a means for ambiguity it has been a means for a sense of transgression upon a person's self and also upon others ليست المقصود مننا بعد كل ذلك أن نكتب الأيام ونقول أن القيامة ستحصل في هذه الوقت المعين في شهر فلاني بهذا الوقت المعين أخبرنا الله سبحانه ربي أمور غيبة وليست المقصود مننا نجعلها أمر رياضيات مثل رياضيات كما تعرفون في وقت صلاح الدين أيوب تقريبا في قرنة الخامس أحصل رياح شديد وتغيرت الجو إلى أخفضا بعض الناس أنها قد قامت الساعة هذا حصل قبل مئات من السنوات عند المسلمين فقاموا أهل العلم ونصحهم قالوا له ما زال في أخبار لم تحصل لماذا تستعدلون وفي ذاته في أمور أكبر من ذلك ليست المقصود أن نستعد للقيامة في ذاته في الوقت في ذاته بل المقصود مننا أن نستعد ليوم تخرج مننا الروح للانتقال إلى دار آخر هل مطلوب مننا إن كنا نريد نناقف ونتفكر قليلا فإن الموت تأتي بواقضة ولا ندري متاهو وهو أقر وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى so what had happened this has been a topic again of confusion and at times haste and at times transgression even in about the 5th century some natural disasters may have happened so people during that time they said the day of judgment is here it's come it has come and the people of knowledge understand they told them calm down do you see calm down there are still things to come and it isn't the goal from us do you see to attempt to throw ourselves into destruction this isn't the goal behind all of that there is wisdom behind this information furthermore there is something that is nearer to every one of us the concept of death is much nearer to every one of us than the concept of something that for example a thousand years ago still remains there is death that is much nearer people like you and I they used to live and laugh and they cry and they used to do actions and they've passed away and in essence in a theological perspective death is a gateway to the next realm do you see it's a gateway to this next realm and this is something that people really should really take into consideration يروى العيسى عليه السلام في الكتاب المقدس كذلك في فصل لوقة رقم واحد وعشرين هو يتكلم عن علامات الساعة يتكلم عن علامات الساعة منها الذي تكلمنا عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن أن نعيس عليه السلام من أنبياء الله سبحانه وتعالى لا شك في ذلك نحن نسنكر ذلك أبدا ونحترون ونحب أكثر من أنفسنا فتكلم عن أمور كما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم زادة في الأخبار كذلك أنت تدعو لله سبحانه وتعالى أعسف'S لتجتنب الفتن من الأمور التي قالها ويكثر القتل الحروب النبي صلى الله عليه وسلم قال ويكثر الهرج وهو القتل الموت العلمات الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الظروف الشام إلى آخره ممتلأ الأخبار في عينه ولكن ما هو المقصود وراء هذا؟ هل المقصود منا أن نرمي أنفسنا إلى التهلك؟ أبداً كلاً فيقول عیسى عليه السفير وعنه أنه قال ادعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم من الفتن يكثر الهرج والفساد ويقلل علم ويسد في الأرض الفسادة ادعو الله وادعو صلوا أن يحفظكم الله سبحانه وتعالى من الفتن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا في آخر الصلاة ليس كذلك؟ كان يقول الله أماني أعدكم من عذاب القبر و عذاب النار و فتنة المحيا والممات و فتنة المسيح الدجال كان ينصحنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصانا الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز هذا ممتلأ الآيات فالمطلوب منا أن ندعي الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن فقد تتغيرت في وقتنا حدث تغيرت الظروف كاملا والحين فعلا في بعض المواقع في العالم الرجل الذي يتمسك على دينيك القابل على الجمرة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ويؤجر أضعاف الحسنات في ذلك وإن صبر واتمسك فيما يقتل الله سبحانه وتعالى so Jesus in that same chapter verse number 35 this is the point behind it all he said and pray that you do not fall into do you see in the temptation you pray that you are protected during these times one of the things he mentions is that there will be widespread wars see widespread wars and killings Prophet صلى الله عليه وسلم he said from the science of the judgment killing will become widespread as if life will become very cheap people will not care too much about another person's existence exact same things this is what they're talking about and for example the elements that are happening in various geographical locations Prophet صلى الله عليه وسلم he talked about that he talked about that particularly so Jesus says pray you don't fall into these hardships you see during those times of great temptation and confusion and corruption that you are protected during that time that you are protected during that time and he used to Prophet صلى الله عليه وسلم he used to advise us that in the end of your prayers pray to God that he also protects you from times of devastation and hardships and temptation and confusion as well and from the things he specified were those things of these signs of the day of judgment فإخواني الأخبار أذى من الله سبحانه وتعالى لكي لا نحزن ريسك لكي لا نحزن من طبيعة الرجل أنه يحزن في القتل والفساد والحروب يحزن العباد من طبيعة العباد أن يفعلون ذلك ولكن لا نحزن ونقول في أنفسنا قولا زورا ونقول لا يوجد خالقا مثلا كيف الرحمن الرحيم يبيح أن هذه الأمور تحصل في العالم فيشبه في أنفسهم الأقوال وينسون أن الله قال ظهر الفساد في البر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس قالها الله سبحانه إن الله لا يظلم الناس الشيء ولكن الناس أنفسهم يظلمون فليس للمطلول أن نرمي أنفسنا إلى التهلك إخواني بل ندعي الأسبوع أن يحفظنا في هذه الأوقات ويجعلنا من الذين يتمسكون في دين الله سبحانه وتعالى قل آمنت بالله ثم استقب نحن نضفت لا تفعل سيد來說 أن نحن ندي الأقوال جيد الحقيقة سبعد پاني لن طبع ذلك نحن نحن نذهب إلى دعوان لن تفعل سيكون هر ركت هذا المصدير هذه الأقوال هر رك تريت قال 30% and they will feel sad however allowing the sadness to reach a point where for example you start to question God's existence you see we believe the Almighty is the most merciful and most gracious there's no doubt about that but at times a person starts to question himself why is there sickness on earth why is there this wars here how could God let such things happen and they forget that God Almighty had made us inheritors of the earth and he gave us free choice and people will either choose to do good or they will choose to do not so good and that a lot of times as described in the Quran widespread corruption has become apparent in the lands and the oceans etc. on earth because of the things people are choosing to do themselves choosing to do the Almighty doesn't oppress anyone in the least but people they're the people people they oppress themselves God doesn't oppress anybody فَإِخْوَانِي نَدْعُوا اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ مِنَ الْفِتَنْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ stand in goodness and holding that which is important to hold on to Prophet ﷺ was asked for advice he said قُلْ أَمَنْتُ بِلَّهِ مُسْتَقِمْ he was asked to get advice he said say you hold the position that you actually believe in God abide by this concept of God which is the Almighty is the most pure and you only accept that which is pure so the correlations of actions that correlate to such a thing hold fast suit and be patient be patient even if times change or circumstances change even if time changes or circumstances change Allah تعالى عَلَمْ رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدُّونِيَ حَسْنَا فِي الْآخِرَةِ حَسْنَا وَقِنَا أَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسْنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْنَا وَتَرْحِمْنَا لَنَكُنَّنَا مِنْ خَاسِرِينَ لا إله إلا أن سبحانك إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ لا إله إلا أن سبحانك إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسْنَا وَإِلَّا مِنْ تَغْفِرْنَا وَتَرْحِمْنَا لَنَكُنَّا مِنْ خَاسِرِينَ سبحانا ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين